أساليب جديدة في العمل العربي المشرك وهو تخصيص أسابيع محددة يتم فيها توظيف الوسائل الإعلامية العربية المسموعة والمشاهدة والمقروعة لقضايا محددة معينة لكي يعمل الجميع في خدمتها ولكي يتم تبني حوارات متعددة حولها ومن ثم الوصول إلى تشكيل وعي جماعي عربي وفهم صحيح للمعلومات والرؤى والمواقف التي يتعين اتخاذها من مثل هذه القضية التي تكون موضع النقاش وكانت قضايا المفوضة العربية للإعلام وخطة التحرك العربي الإعلامي في الخارج والتنسيق الإعلامي المشترك محاور للقاء معالي الأخ الوزير مع معالي الأخ إياد مدني وزير الإعلامي السعودي وفي الندوة التي أقامها المركز الإعلامي اليمني في القاهرة تحت عنوان الوحدة اليمنية الطريق للوحدة العربية التقى الأخ الوزير والوفد المرافق بعدد من قيادات العمل الإعلامي المصري والعربي وجرت أحداثها في قاعة سبأ في سفارة بلادنا بالقاهرة الندوة تحدث فيها عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية على رأسهم الصحفي العربي الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين والأستاذ محسن العيني رئيس الوزراء الأسبق وعبد الله حسن رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط رئيس التحرير وأحمد الصويل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس النواب والكاتب الكبير يوسف الشريف والفنان علي الأسدي مستشار وزارة الإعلام وخالد السودي مدير المركز الإعلامي بالقاهرة ومعالي الأخ حسن اللوزي وزير الإعلام لأن الوحدة اليومية هي الإعلامة المغيئة في الجسد لأمة العربية الممذر وتبقى هذه الوحدة مدراسا للشرقاء وقصيدة للشرقاء ومأوى للمنصفين والأوفياء فبالوقت الذي كان آباؤنا يتممون وحلينا من ورائهم وكفهم بسحقيق الوحدة العربية وتوارت الأيام ومرة السنوات فصرنا اليوم نسعى ونلأت ونتحدث فنرى أيدينا على قلوبنا صوفا على الوحدة الوطنية لكل قطر عربي إباتت الأهواء المذهبية والقائفية والجهوية والطموحات السياسية المحجينية القزرة والأفكار تعصف ببلدان العائلية وتفكي للفرقة عندما تسق نار الخلافات على زيت التنافر في اليمن كما هو الحال الكثير من بلدان العالم شهدت إداعات عبرت عن حاجة الناس للخلاص من جبروت ظل جثم طويلة وتسبب في تشك الواقع مرير من البؤس والتخلص فكانت الثورة وبتح المجمل من الغالاة التي آزرتها إبداعات أدب وفن وكذا كان لها دور في قيام الثورة ككان لها دور مثال قامت به من أجل استعادة الوسطة اليمنية لأن اليمن لها معزة خاصة عندنا جميعا في مصر مصريين بصفة خاصة تابعنا جميعا في مصر كما تابع العالم العربي التطور اليمن وحل الخلافات بين الشمال والجنوب حتى تم توحيد شطري اليمن شمالا وجنوبا وبكذا تمكنت اليمن بخبرة أبنائها ووطنياتهم وعروباتهم في التخلص من مشكلة كبيرة رئيس علاء عبدالله صالح في الموضوع كبير هذا المنجز الكبير الثاني والعشرين من مايو 1990 كان سفرا وطنيا كبيرا جدا عاجت فيه اليمن لحظات صعبة لحظات مريرة وكانت الوحدة هي الأنوان الدافئ لكل لحظات الاقتتال وكل لحظات الصراع اليمني لكنني أقول وبإيجاب أولا أن الوحدة كانت إرادة جماهيرية وهي أكبر بكل المشاريع وسجلنا صفحة جديدة أفتنا على حكاقة جديدة بالتاريخ والجغرافيا والاقتصاد التقينا مباشرة علي ناصر محمد عبدالي 19 سمعين وفي حديث صريح وجدنا أنه لا خلاصة من النزاع بين الشطرين إلى الوحدة وإذن كيف نضع أسسها؟ ما فعلناه في تلك الأمسيتين هو أننا أخرجنا الشطرين من الحرب والصراع إلى الحوار فبدأت اللجان الثمان في العمل وفي الحقيقة الفض للوحدة هو لمن حقتها هو الرئيس علي عبدالله صالح ورفاقه القادة المخصين من الجنوب والشمال وما يجب أن أفعله الآن هو أن نحرص جميعاً على أن نقف معه ومع اليمن لنجعل من هذه الوحدة نقطة مطيئة وطريقاً مشعاً لتحقيق الوحدة العربية لأنها أعتبر أن بطرة عملي مراسل العرب في يمن واحدة الأهم من مدارات حياتي خصوبة وأعتقد أن في هذه الفترة وفي دفاع اليمن أن أتعلمني كثيراً يمن الزيود ويمن الشواقع يمن السهل ويمن الكبه اليمن المقابل واليمن المجارع الفصل الشديد الذي كان موجوداً ما بين اليمنيين اليمنين لكن في واقعاً أرد الله أصدق في هذه الفترة المباكرة أن الوحدة كان أستثقل قلب كل يمن كل يمن كان يعتبر في الفعل أن الوحدة دي هدف نهائي وهي الذي يمكن لا يمكن أن يتحقق ليمني اقتناله إلى مباكرة كانت الوحدة في الضمير كل مواطنة في ضمير القبر وفي ضمير المثقف وفي ضمير المشؤول وفي ضمير الجميع أن الوحدة لا بد أن تتحقق وهو قومت بالفعل تشكل هاجس يكاد يكون يومي لكن في النهاية أظن أنه انتهت بواحدة اليمن وانتهت بالفعل بأن اليمن أصبح موحد ولا أظن أن في مقدوم أي أحد على واقع التطلاق أن يعيد عقارج الساعة للوراق الوحدة اليمنية نصل عودة إلى الحياة الحرة الكريمة في كمال الهيئة الوطنية الراسخة في الجذور منذ أول التاريخ اليمني الحضاري وأن يتمثل اليوم العودة إلى نقاء الصورة وقوة التكون والبنيا المتكاملة أرضا وشعبا ونظاما دستوريا متطورا وجغرافية وتاريخا من جديد ولتبدأ الوحدة بقوتها وبفعن أبعادها في الحاضر اليمني في تشكيل صورة المجتمع الديمقراطي الحر كما ينحط قسماتها المتميزة ويسمع تحولاتها ويدفع حركتها الإنجازية البارزة فخامة الأخ علي عبدالله الصالح رئيس الجمهورية بلاني مجتمع الوحدة والحرية والديمقراطية والتنمية المتواصلة وبلادنا اليمن عرفت كدولة واحدة منذ بدأ فيها التاريخ المكتوب وتكونت الحضارة اليمنية عبر الممالك المتعاقبة ليبلغ شعبنا الأبي المكافح ذروة انتصال الثورة اليمنية المباركة بالإنجاز التاريخي العملاء إعادة تحقيق الوحدة اليمنية أغلى وأقدس غايات الشعب والوطن والثورة على حد سواه ولذلك من الضرورية أن نعرف ويعرف الجميع للتاريخ وخاصة للأجيال الصاعدة من هم الذين دابعوا عن الوحدة وبكل صدق وإخلاص وتفانن وتضحية إن الشعب اليمني كله هو الذي دابع عن الوحدة وحاقض على الجمهورية محاور الندوة لاقت اهتماما بالغا وأصداء واسعة في وسائل الإعلام المصرية وحضرها الأستاذ محمد عبدالإله القاضي عضو اللجنة العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والفنانين ومستشار وزير المالية فؤاد الكوميم ونائب سفير بلادنا بالقاهرة علي العمدي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي اليمني والإعلاميين والمهتمين ترجمة نانسي قنقر